طب كيف نجعل من المواطن شريك أكتر في هذا البناء خلال الفترة المقبلة؟ ما هو الخطوات اللي احنا ماشينا فيها المواطن اللي بيحس ان هو بالنسبة له فيه عدالة، فيه حرية، فيه شفافية، فيه جدية، فيه إدارة حكيمة فيه فايدة من تعاونه، فيه آثار هو حاسس بيها هو يعني تلقائيا هو دي لو شفناه حتى في أي شركة أو في أي بيت الدولة أو الربان الناجح اللي هو بالنسبة له اللي عنده إنجاز المنظم الدقوب هو ده اللي في النهاية بيدي ثقة المواطن فهو انت خدتي المكسب بتاع الملايين اللي نزله في الشارع دول هو دي ثمرة اللي انت عملتين الجدية الشفافية ان انت بالنسبة لك الكلام اللي بتقوليه بيتنفذ المشاريع العملاقة الحقيقية فالناس شايفة تراكم إنجازات حقيقي شايفة ان انت بالنسبة لي قادرة على إدارة الدولة إنه هو فيه فايدة من الشأة والتعب بينعكس فطبعا الكلام ده كله بيدي روح معنوية لشعب شايف أفاق مستقبلية شايف فيه إنجاز بيحصل شايف فيه عدالة موجودة شعب حر يعني معناه الشعب الحر اللي هو بالشكل ده هو بيبقى فيه عملية الإبداع توفرت التطوير بيشتغل صح الصبح هو حاسس إنه بالنسبة له فيه ثمرة لكفاحه جهده مش هيروح كل الكلام ده كله مع قيم بقى بترسخ معاني كلنا رحين مع بعض كلنا عايزين نوصل سوا فيه نوع من أنواع الإثار في المجتمع وفي الشعب كل الكلام المعاني دي هي اللي بتبني المجتمعات ولذلك أنا شايف إحنا ما كناش محتاجين غير إن الناس تحس بالإنجازات تحس بقيمة الدولة المصرفة اللي بيحصل في غزة وفلسطين إنها تستشعر إنها فعلا محترمة ومقدرة من قبل دولتها ومن قبل القيادة السياسية بتاعتها هي دي المكونات اللي فعلا يعني من هذه الناحية مصر لها ثقل وإذا تضح طبعا خل الفترة الماضية كل دول العالم يعني كانت تأتي لمصر في هذه الأزمة باعتبار أنها كبير المنطقة ودائما لها دور وثقة فاعل جدا في المنطقة وده الحقيقة بقدر ما هو دور تاريخي طبعا يعني من سنين طويلة لكنه أيضا حكمة الإدارة المصرية دائما يعني بتعكس للعالم إنه هنا هو مفتاح المنطقة ما هو الدورة المصرية اللي ظهر في الأحداث اللي فاتت عندها عندها في قوة وحكمة فهي بالنسبة لها قادرة اللي هو عنده حكمة بس حكيم بس ضعيف ولكن الدورة المصرية لأ حكيمة وقوية وقوية صحيح وتستطيع أنها تمارس الدبلوماسية على أنماطها المختلفة من أول الدبلوماسية الهادئة التحركات النشطة للدبلوماسية الخشنة اللي بتحط خطوط وحدود لكل وهي طريقة التعامل مع الدولة المصرية احنا شفناها حذرت يعني مرارا في أوقات اتفاوضت في أوقات وفي أوقات تانية لما تم المساس بالأمن القومي المصري زي ما حصل في ليبيا وتم زبح المصريين اتحركت الطائرات المصرية عشان هي بالنسبة لك لازم في حق يسترد في رسالة واضحة ليبيا والغير ليبيا إنه هو في حدود وسياج مصري غير مستباح وده اللي حصل في مكافحة الإرهاب وده الرسالة اللي كانت واضحة في سيناء إن احنا بالنسبة لنا عشان نحافظ على الأمن القومي ممكن ندفع أثمان ولكن على الرغم من ذلك مصر دولة لا تسعى للعدوان دولة محبة للسلام دولة تسعى للتفاوض السياسي وعندها خبرة ومحنكة في ذلك وعندها صبر استراتيجي طويل ودي مقاومات الدول الكبرى والعظمة بالإضافة بقى كمان إنه مصر دولة قيامية يعني هي تمارس السياسة على خلفية مبادئ وهو أصبح للقاسي والداني يعلم أنه الدولة المصرية دولة ثقيلة اللي هي لديها الحكمة دي والصبر الاستراتيجي ولديها القوة ولديها القوة ولديها المبادئ فشكلت طبعا في الإقليم أصبح ده العنوان وده شفناه إن مصر في النهاية عندما قالت إنه لن نستقبل لأنه قابل رئيس أكبر دولة في العالم أمريكي في الظل أو ما يحدث في غزة حصل قالت مش هتلع ولا واحد من معبر رفع قبل دخول المساعدات حصل عملت مؤتمر للسلام حصل فهي مصر متحركة وهي مصر يعني كانت سند رئيسي لما يحدث في غزة وبقوة لو قررنا الدولة المصرية بنظيرتها الإقليميات هنجد إن الوحيد اللي في الفعل هي الدولة المصرية نجد إلى الآن يعني دول كانت كبيرة وصدعتنا في الحق الفلسطيني مجموعة من الشعارات وهي هذه عدد مصر دائما هي الكبيرة وهي 80% من المساعدات مصر مصر دولة فعل مش دولة كلام مش دولة شعارات صحية